وفي ذكرى الاستقلال التي تتزامن مع اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية هنأ غبطة البطريارث عفلس الثالث بطريارك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردني وفلسطين جلالة الملك عبد الله الثاني والأسرة الأردنية بهذه المناسبة المجيدة وقال من القدس الطاهرة لن ننسى مساعي جلالته في تثبيت استمرارية الوجود المسيحي ونصرة قضايا مسيحي الأرض المقدسة وأوقافها وعقاراتها ولا ننسى أيضا المساعدات التي أنزلها الجيش الأردني على النازحين في كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس بقطع غزة وأشهد غبطته بسعي جلالته الدؤوب لتحقيق العدل والسلام في المنطقة